موسيقى مساء الخير و أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة ببنامج آخر الأسبوع النهاردة عندنا موضوعات كتير عايزين نتكلم فيها بعضها محلي وبعضها إقليمي وبعضها دولي لكن أنا عايز أبدأ الحديث معاكم النهاردة بالحدث الأبرز اللي حدث منذ بضع ساعات وهو قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة القرار بيأتي في السياق القضية الأكبر اللي حركتها دولة جنوب أفريقيا وانضمت لها مصر مؤخراً قضية مهمة بتتعلق بارتكاب إسرائيل لما نطلق عليه إبادة جماعية قرار محكمة العدل الدولية تحدث عن بعض قضايا مهمة طلب إسرائيل بوقف عمليتها في رفح ودي مسألة مهمة جداً فتح معبر رفح أمام المساعدات الدولية تقديم تقرير للمحكمة شهرياً عن ما يحدث على أرض الواقع القاضي رئيس المحكمة اللي هو القاضي اللبناني الرجل العظيم نواف سلام تحدث اليوم عن الظروف المعيشية القاسية واللا إنسانية اللي بيعيشها السكان في غزة وقال لك إن الوضع الإنساني بات كارثياً وقال كمان إن فيه تنمية ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء العمليات البرية أو الهجوم البري في سبعة مايو ومسألة النزحين دي احنا عايزين نقف قدامها شوية لأن حصل عدة مرات نزوح لنفس المجموعات السكانية بيرعوا من هنا لهنا 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 وفي كل مرة النزوح مؤلم وقاسي وتكلفته الإنسانية والطبية والغزائية تكلفة قاسية والأخطر طبعاً هو الأمن والسلام الشخصي في ناس كثيرة ماتت وجرحت أثناء عمليات النزوح من مكان لآخر 35 ألف واحد قتلوا في غزة من زباد العمليات 80 ألف واحد جرحوا يعني أرقام مش قليلة وذكر أيضاً قرار محكمة العدل الدولية إن على إسرائيل ضمان وصول لجان التحقيق اللي بيحققوا بقى في ارتكاب جرائم كبيرة ضد الإنسانية أو إبادة إن هما يصلوا إلى البيانات والمعلومات والحقائق يعني محدش يعوق مسيرته طبعاً مصر حابب بهذا القرار لأنه بيؤكد مرة ومرات على موقف مصر الداعي إلى إيقاف العمليات العسكرية وقف التهجير فتح المنافذ أمام المساعدات الإنسانية الكلام ده مصر بتقوله منذ بدء العمليات العسكرية في 7 أكتوبر الماضي طبعاً بيجي القرار ده اللي استقبلته طبعاً الأوساط الفلسطينية بقدر كبير جداً من الارتياح وأوساط عربية وعالمية أيضاً في وقت بدأت دول العالم بتعترف بالدولة الفلسطينية إحنا شفنا من يومين ثلاثة كان إن رويج وأسبانيا وأيرلندا بيعترفوا بالدولة الفلسطينية وده أزعت جداً إسرائيل وبدأت تستدعي السفرة وتوجه اللوم والعتاب وتتخذ إجراءات قابليهم كان دول البحر الكريبي قابليهم كولومبيا اللي عايزة تفتح سفارة في رمالة فطبعاً العالم بدأ يستيقظ إن ما يحدث في غزة ده أمر خارج نطاق الإنسانية وخارج نطاق العقل وإسرائيل اللي عايزة توصل لهدنة ولا حاجة وبتعطل الجهود المبزولة للوصول لهدنة اللي بتقودها مصر ومعها قطر والوليات المتحدة بزعم إن هي عايزة تقضي على حماس ومش عايزة تدي فرصة الحماس وتعاقب السكان بتعاقبهم بكل أشكال العقاب الجماعي كل دي ممارسات عايزة تطيل بها أمد العمليات حتى تحقق انتصارات لكن الواضح إنها بتحقق خيابات ومزيد من الجرائم على أرض الواقع منذ أيام أيضا المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المحامي البريطاني كريم خان طالب بإصدار مذكرات اعتقال أو توقيف لعدد من القادة الإسرائيليين وأيضا الفلسطينيين المنتمين لحركة حماس بن يمين نتنياهو رئيس الحكومة يقاف جالنت وزير الدفاع وأيضا يحيى سنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعض السادة المشاهدين بعتوا يسألون ما الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الفرق بينهم كبير محكمة العدل الدولية دي جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة منذ عام 1946 وتختص بالفصل منازعات ما بين الدول ولكن المحكمة الجنائية الدولية انشأت عام 2002 وتنظر في معاقبة أو جرائم ضد الإنسانية يرتكبها أفراد فالفرق بينهم كبير محكمة العدل الدولية بتتخذ قرارات أو فتاوى وإذا لم تنفذها الدول ممكن تلجأ لي مجلس الأمن لاتخاذ قرارات أو تدابير في هذا الصد محكمة الجنائية الدولية بتعتمد على ما تقوم به الدول الأعضاء المنضمة إليها هم تقريباً 121 دولة دول وافقوا على النظام الخاص بهذه المحكمة وانضموا إليها طبعاً المحكمة الجنائية الدولية لما تستصدر قرار أو مذكرة اعتقال بشأن أحد الأشخاص ارتكب جرائم ضد الإنسانية هي لعندها شرطة تنفذ الكلام ده ولا عندها قوات هي بتعتمد على الدول عشان كده من الخطورة بمكان إذا صدر هذا القرار أن يسافر أحد هؤلاء الأشخاص اللي أنا قلت اسمهم إلى دولة صادقة على هذه الاتفاقية أو انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية لأنها ستنفذ الحكم فوراً أو القرار فوراً مش حكم ولا حاجة ده قرار مسكرة الاعتقال دي بعض الدول قالت أن هي لو حدث وصدرت هتنفذها ألماني قالت كده ودول أخرى قالت كده ولا تملك الدول إلا أن هي تفعل هذا وكان فيه يعني حدثة شهيرة منذ حوالي بضع سنوات لوزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبني ليفني وكانت بتواجه نفس الموقف وخافت ولم تهبط طائرتها في إحدى الدول لأنها ممكن كان يلقى القبض عليها في حدود ما أتذكر كانت بريطانيا يعني اللي أنا عايز أقوله في هذا السياق أن المحكمة الجنائية الدولية تختلف عن محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية بتنظر في قضايا بين دول المحكمة الجنائية الدولية مش جزء من الأمم المتحدة لكن الجماعية العامة للأمم المتحدة وفت عليها ورحبت بيها لكنها تنظر في محاكمة أشخاص في جرائم ضد الإنسانية زي إبادة جماعية قتل جماعي حاجات من هذا القبيل فطبعا صدور مذكرة التوقيف اللي بيطالب بيها المدعي العام كريم خان طبعا هتفرق كتير في هذا السياق وبتضيق الخناء على قادة إسرائيل وأيضا الفصائل الفلسطينية وبالتأكيد حماس على فكرة إن المرحلة القادمة قد تشهد ألوانا من العقاب بشأن ما حدث في غزة وما حدث ملابسات الأمر منذ 7 أكتوبر حتى الآن طبعا مذكرة التوقيف لما صدرت أو المطالبة اللي طالب بيها كريم خان أحدثت ردت فعل عنيفة جدا في عدد من العواصم العالمية وقال لك أنت كده بتساوي ما بين إسرائيل وحماس وبعض الناس اتكلمت قال لك لا ده إسرائيل بتواجه الإرهاب وإلى آخر هذه المزاعم المتكررة لكن الأمر الواقعي أن هذه المحكمة تنظر في محاكمة أو توقيف واعتقال أشخاص ممن صارت حولهم أدلة أو شبهات بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فهي مسألة تتعلق بأفراد أكثر ما تتعلق منها بدول وهنشوف في المرحلة القادمة ماذا سيحدث في هذا الملف اسمحوا لنخرج بفاصل ونعود لاستكمال فقرات هذه الحلقة اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أمس انتهى إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو وبالتالي لم يحدث تغييره وده كان أمر متوقع لأن اجتماع البنك المركزي اللي كان في 6 مارس الماضي رفع سعر الفائدة 6% وده طبع رقم كبير جدا لكن كان في إطار إجراءات اتخذها البنك المركزي للسيطرة على التضخم يعني تضخم يعني ارتفاع الأسعار فالبنك المركزي أراد برفع سعر الفائدة على الودائع والشهادات الموجودة في البنوك إنه هو يعني يشجع الناس إنها بدل ما تشتري إنها تروح تحط فلوسها في البنوك عشان تاخد فائدة النتيجة إن الطلب على السلع هيقل ولما يقل الطلب على السلع الأسعار هتنخفض دي استراتيجية بوجهة التضخم البنك المركزي بيقول أو الإحصاءات بتقول إن مستوى أو معدلات التضخم قلت في مصر بقت 31% كانت 33% 39% 38% بيقولوا الشهر ده بقت 31% يعني إحنا ماشيين على الطريق الصحيح ولكن لازال معدل التضخم عالي فهو برضو عايز يبقي على ارتفاع أسعار الفائدة حتى يكبح جماح التضخم يعني يخل الناس برضو تقبل على وضع أموالها في البنوك ولا تتاجه إلى الشراء طبعا البنك المركزي في هذا السياق اتخذ بجموعة من الإجراءات قبل توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أذكركم أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي تم بعد مراجعة أولى وتانية وأضاف إلى القرد اللي مصر حصلت عليه بتلاتة مليار خمسة مليارات أخرى أصبحت مصر لديها القرد الآن ثمانية مليارات حصلت منهم على سيولة مباشرة تنمية وعشرين مليون دولار بعثة صندوق النقد الدولي حاليا موجودة في مصر بتعمل المراجعة التالتة وفي قضايا يعني بتركز عليها في هذه المراجعة زي قضايا حسب المتداول وتصريحات المسؤولين قضايا تتعلق بالسياسات النقدية واستهداف التدخم وهي هنا ما بتقولش الحكومة تعمل إيه وما تعملش إيه لكن هي بتلعب دور الناصح الفني أو الخبير الفني فطبعا الحكومة حاليا بتقوم بسياسات لمواجهة إيه التدخم أمر آخر آليات الاستثمارات العامة بمعنى أن يتم حالة من حالات التجديد المالي كده يعني الإنفاق على الاستثمارات العامة يكون في أضيق الأمور وفي أشد الاحتياجات حتى نستطيع أن احنا نقلص الفجوة المالية الموجودة داخل المجتمع الأمر الثاني خفض الدين العام في دين عام ضخم جدا حسنا بيجي نتكلم على الديون الخارجية بنتكلم على أن هي يعني ما يخرج بمئة وسبعين مليار دولار لكن في دين محلي ضخم جدا اللي هو الاستدانة الداخلية فبيقولك لازم نخفض الدين العام والميزانية بتاعت الدولة أصلا ما فيه عجز عجز ما بين الإرادات والمصرفات فبيقولك أنت لما تضغط النفقات بتاعتك والإنفاق الاستثماري ده هيؤدي إلى أنت تسيطر على الفجوة الموجودة ما بين الآتي والمنصرف الدكتور محمد معيط له تصريح بيقول إن صفقة رأس الحكمة الحكومة حصلت على 12 مليار دولار منها بالجنيه المصري هتستخدمهم في مسألة سد العجز في الموازنة العامة وخفض الدين العام لكن طبعا ده بتكلم على مؤشرات الاقتصاد الكلي كده الاقتصاد العام لكن طبعا الناس بنركز دايما على القضية التي تشغلها صباحا مساءا وهي الأسعار الظاهر والإحصاءات بتقول إن الأسعار هديت في أمور كثيرة يعني حدث انخفاضات في الأسعار خصوصا في بعض المواد الغذائية في بعض السلع ربما الناس المتصورة إن الانخفاضات تكون أكتر من كده لكن على الأقل حدثت انخفاضات يعني من ضمن الانخفاضات بيقول إن فيه 30% من الانخفاض في تجارة الجملة إن الحكومة لما بتخرج السلع المحجوزة كانت في المواني وأنفقت لغاية دوقتي 8 مليار دولار فها طبعا بتدخل سلع فبيزيد المعروض فبتهدي الأسعار الأمر الثاني إن يعني احنا منتظرين مزيد من خفاض الأسعار لما تنتهي دورة الاستيراد اللي موجودة دلوقتي دورة الاستيراد يعني اشتغلت على الاستيراد لما كانت دولار بـ 70 جنيه دوقتي الدولار أقل من 50 جنيه فمعناها إنها يحدث انخفاض في الأسعار لكن برضو الشكوى بتزيد من الناس وبتقول لك لا السلع بتنخفض لكن انخفضت بسيط وفيه سلع غالية يعني فيه شكوى كده إن أسعار الفواكه أو الفاكهة هذا العام وتعرفين موسم الفاكهة هو موسم صيفي في مصر أسعار مرتفعة عن السنوات الماضية وعن اللي الناس اعتادت إن هي تصرفه في شراء هذه الفواكه طبعا فيه تصريح لنقيب الفلاحين الأستاذ حسين أبو صدام بيقول لك سلسة الفاكهة بشاير يعني بعد شوية كده هتنخفض أسعارها ماشي الحال لكن ما اعتقدش إنه ده السبب في ارتفاع الأسعار لأنه فيه ناس قالت أسباب أخرى زي ارتفاع تكلفة الأسمدة ارتفاع الوقود كل ده بيترجم في ارتفاع الأسعار وبيقول لك إن يعني فيه بعض الفاكهة حنا بنعتمد على الاستيراد فيها يعني التفاح التفاح المصري لا يسد إلى 50% من احتياجات السوق المحلية في حين نحن نستورد من الخارج والتفاح الخارجي مقاوم بالدولار وباليورو ويعني فيه ارتفاعات موجودة فيه أسعار الفاكهة طبعا ده اللي بيهم الناس إلى حد كبير فضلا إن بعض الناس بقول لك إنه فيه احتكارات برضو في هذا السياق وفيه زيادة على الطلب في الأسواق ده اللي بيرفع الأسعار يعني لازلنا فيه خضم أو فيه مخاض انخفاض الأسعار في مصر فيه أسعار انخفضت واضح إن الحكومة بتضغط بشدة في سبيل أن تنخفض الأسعار لكن إحنا لازلنا نتوقع مزيد من الانخفاضات الفترة القادمة ولا نتوقع ارتفاع في أسعار ولا سيما وإحنا مقدمين على أحد المواسم عيد الأطحى قريب فربما ده يؤدي إلى ارتفاعات في الأسعار نتمنى ألا يحدث هذا وزي ما بيقول بعض الخبراء وبعض الممارسين إن ربما بعد انتهاء أجازة العيد تبدأ الأسعار في الانخفاض لأن احنا نكون دخلنا في دورة استيراد جديدة ربما يحدث هذا لكن طبعا الناس لا يزال الشغل الشاغل بالنسبة لها هو مسألة الأسعار وتريد أن ترى أسعارا أكثر انخفاضا مما هي عليه اسمحونا نخرج بفاصل ونعود لاستكمال فقرات هذه الحلقة الفينانشال تايمز نشر التقرير خطير جدا بيقولك أوروبا أصبحت مسنة أنا عارف إن احنا من زمان بنقول أوروبا تقرى العجوز أوروبا القديمة اللي هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا لكن لما انضمت لها دول أوروبا الشرقية من حوالي عشرين سنة أو أكثر ما بيناش نقول عليها أن هي أوروبا العجوز يعني أن بقت أوروبا تجدد شبابها بأوروبا الشرقية تقرير خطير بيقولك إن أوروبا أصبحت مسنة يعني العمر كبر بيها جدا والناس اللي في سن العمل أصبحوا أقل مما هم عليه كان زمان أوروبا اللي يبلغ عدد سكانها حوالي ربعمية تمانية واربعين مليون نسمة بتعوض الكلام ده بالمهاجرين لكن دوقتي فيه تجاهات شديدة ضد المهاجرين ومحدش عايزهم ومحدش طيقهم وفيه اتجاهات شديدة جدا يمينية في أوروبا بيقولك لا المهاجرين دول ضد ثقافة البلد وضد تقاليده وإحنا عايزين أصحاب البشرة البيضاء شوية الهجرات اللي حصلت من أوكرانيا عدلت شوية ببعض الدول لكن المجمل العام أن أوروبا أصبحت عجوزة وعدد الناس اللي في سن العمل يعني من عشرين لأربعة وستين بيقل في دول أوروبا كتير التقرير يعني نشر حاجات مهمة جدا يعني بيقولك أن الناس دول اللي قوة اللي في قوة العمل اللي من عشرين لأربعة وستين كانوا ماتين وسبعين مليون نسمة سنة 2011 النهاردة بقوا ماتين وواحد وستين مليون نسمة يعني بيقلوا عدد السكان المؤهلين للعمل انخفض من واحد وستين واربعة من عشر عام 2008 دلوقتي بقى تمانية وخمسين في المية سنة 2024 أوروبا هي القارة الوحيدة في العالم اللي بينخفض فيها عدد السكان اللي في قوة العمل أو في سن العمل أفريقيا لأ أمريكا الولايات المتحدة لأ بالعكس ده فيها يعني زيادة في عدد السكان اللي في قوة العمل أو في سن العمل ألمانيا فقدت اتنين مليون واحد ممن يعملون في وظائف مختلفة وده أفقد الاقتصاد الألماني 49 بليون يورو طبعا هتيجي تقول لي طيب وده يعني ناس مش موجودة تشتغل طب ده هيفقد الاقتصاد فيه مش الناس دي بتدفع درايب والناس دي بتنفق داخل الاقتصاد والناس دي لما بيجي لها فلوس بتصرفها فعجلة الاقتصاد بتمر وبتمشي طب ما فيه أماكن دوقتي مش لقية ناس تشتغل ومسألة الهجرة أصبح فيه تضييق عليها وفيه نوعية معينة من الوظائف أصبحت فيها شح شوية الوظائف التقنية المهندس والدكتور عشان كنا كنا نسمع يقولك إن نقابة الأطباء كانت في مصر تقولك إحنا منفقد أطباء بيهجروا بيرحوا بريطانيا وبيرحوا كندا وبيرحوا بلجيكا وبيرحوا دول تانية لما ديجي تسأل بيرحوا ليه لأن الدول دي فتحة للمجال ده لأنها عندها نقص واكتشفته بالذات بعد موضوع فيروس كورونا طب هيواجه المشكلة دي إزاي فيه وجهة نظر بقى بيقولك إحنا نعلم ونضرب الناس على بعض الوظائف التقنية لأن إحنا مش هنعرف نزود معدلات الموليد الناس هناك مش عايزة تخلف والأسر عددها صغير فإحنا نعلم الناس فيه مناطق أصبحت أو بعض الأماكن النائية كده شوية بيقولك المدارس مش رائع طلبة ليه؟ لأن مفيش موليد جداد بالدرجة الكافية طبعا مسألة الهجرة هتظل مسألة مهمة يعوضوا أوروبا تقرى العجوزة دي اللي في الأربعينات وفي الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات كانت بتعوض بالمهاجرين مش عايز تعمل كده النهاردة القضية تتعلق بالهوية بالثقافة المهاجرين اللي جايين دول جايين بالثقافة مجتمعاتهم وهم مش عايزين كده هم عايزين ثقافة الرجل الأبيض ودي قررتهم وفي كتاب كتير كتبوا في الكلام دي فطبعا دي إشكالية كبيرة جدا لكنه تقرير مسير للغاية أنا أقول لكم بعض مما ورد في هذا التقرير لكن التقرير كبير وفي تفاصيل أكتر عن معدلة الخصوبة ومعدلة الموليد وانخفض هذه المعدلات والدول اللي بتعاني من نقص السكان والدول اللي بتعاني من نقص الأيد العاملة فيه لجان وفيه هيئات وفيه حكومات في أوروبا بدأت تفكر بجدية إزاي تتعامل مع هذه المعدلة أو هذه الإشكالية في التقرير المنشور في فينانشل تايمز لكن طبعا مسألة صعبة ومعقدة واختياراتها صعبة ما انت إما تزود السكان ترفع معدلة الخصوبة تشجع الناس إن هي تنجب أكثر ولا تفتح الباب للهجرة وانت مش عايز الهجرة ولا تعمل انسيرفس ترينينج زي ما بيقولوا الوظائف التقنية المعينة تدي كرسات للناس وتعلمهم أكتر فيشغلوا هذه الوظائف دون الحاجة إلى رفع معدلة الخصوبة أو زيادة الموليد طبعا أسئلة صعبة وإجابات أصعب وأوروبا أصبحت قارة مسنة وقارة عجوز كما يقول التقرير في صحيفة الفينانشل تايمز نخرج لفاصل ونعود لاستكمال فقرات هذه الحلقة الزكاة الاصطناعي بيقولك أن المنظمات الإرهابية دلوقتي زي داعش كده بتستخدم الزكاة الاصطناعي أكثر مما تستخدمه بعض الحكومات ده تقرير مهم جدا كان نشارته صحيفة العرب اللندنية وأيضا أنا يعني تابعت بعض المتابعات وكان فيه دراسات كتير في هذا السياق هتقولي في الأول يعني زكاة الاصطناعي بس عشان المصطلح كتر وكل عمال يتكلم عنه أنا هقولك ببساطة يعني إيه زكاة الاصطناعي الزكاة الاصطناعي أولا ده موضوع مش جديد ده موضوع قديم تكلموا عليه في الخمسينات وفي الستينات يعني موضوع مش جديد لكنه أحيا الفترة الماضية بكسافة أكتر مما هو عليه أنت بتتعامل مع آلة روبوت بتغذيب معلومات فيه برامج معينة بتستخدمها بتديله داتا بيانات عمل تديله بيانات وهو بتصرف بناء على هذه البيانات كويس طب الروبوت ده ممكن يعمل إيه أو الآلة دي أو حاجات من هذا القبيل تعمل إيه لا تعمل كتير مع التطور الجديد تعمل كتير تستخدم في حروب تستخدم في الإعلام تستخدم في الاقتصاد بيقولك يعني ده يخلي الناس تفقد وظائفها ما احنا هستخدم قلاب بقى وفيه اللي عايز يتجوز روبوت وفيه اللي بقولك روبوت ممكن يبقى أسيس يعني ده بنسمع أو شيخ أو حاجات غريبة جدا فالمسألة زي ما البعض بيقولك دي بتهدد الأمن القوم ماشي بس الدول العالم كله شغالة على الموضوع ده وإحنا لازم بيشتغل على الموضوع ده برضو فيه حاجة اسمها تشات جي بي تي ده واحد من البرامج اللي موجودة في الزكاء الاصطناعي ده حضرتك بتروح للكمبيوتر تقوله أنا عايز أكتب مقال على الموضوع الفلاني يكتب لك المقال أنا عايز أعمل رسالة ماجستير في الموضوع الفلاني يعمل لك رسالة الماجستير ولا الدكتورال اللي أنت عايزة كلام خطير جدا وضد الأخلاقيات العلمية وضد المنهجية وضد البحث العلمي يعني محتاجين ننتبه لهذا الكلام بعد الهجوم اللي عملته داعش في روسيا على الحفل الموسيقي في مارس اللي فات كان حادث موفزة وإحنا متابعينه وأعلنت داعش خرسان إن هي وراء الموضوع ده طلع واحد على الشاشة في مقطع فيديو لمدة 92 ثانية موزيع لابس بدلة عسكرية وخوزة وبيتحدث وبيندد وبيقول احنا عملنا وهنعمل وبص يا هذا الفيديو على مواقع أو منصات طابعة لداعش هذا الموزيع كان مزيف صنع بالزكاء الاصطناعي عبر برنامج اسمه نيوز هارفست استخدم هذا الشخص هذا الموزيع وبدأ يتحدث ويتكلم وظهر كما ولو أنه إنسان أو بمظهر إنسان في دول دلوقتي وتلفزيونات بتستخدم تقنية الزكاء الاصطناعي في النشرات بس احنا منه بعرفين إن ده روبط ساعات نقلب كده على الموبايل بيلاقي بعض تصريحات أو بعض ناس بيطلعوا يقولوا نصايح أو خبرات أو ريلزي معينة بيباني إن هم روبط أو صور مخلقة من الزكاء الاصطناعي لكن المشكلة إن التنظمات الإرهابية دي ممكن تستخدمه في بس الشائعات في تجنيد أنصار إن هي بتصل بالدعاية السوداء الخاصة بيها لبقاء عديدة من العالم في زمن قياسي زمن سريع استخدام هذه التقنيات بيوفى لديها العنصر البشري وبيسمح لها إن هي تنشر الدعاية السوداء من خلال الزكاء الاصطناعي بل بالعكس دي كمان دلوقتي وجود روبط للدردشة لما تيجي الجند واحد في تنظمات إرهابية بتدخل على يعني منقشة أو شات اللي بيرد عليك هو روبط مغزة طبعا ببيانات ومعلومات وأشياء كثيرة وبتدخل في دردشة معاه صور عديدة ممكن تنتشر بعضها حقيقي وبعضها مفبرك وده برضو بيستخدم فيه الدعاية السوداء ونشر الشائعات وبس الفتن في المجتمعات فطبعا مسألة الزكاء الاصطناعي دي مسألة فعلا محتاجة نظرة عميقة جدا لما يتعلق بما نطلق عليه أخلاقيات الزكاء الاصطناعي المجمع العلمي ورايب كان عامل مؤتمر بهذا المعنى وشارك فيه عدد من الهيئات الدينية كان الأزهر وكان المركز الثقافي القبط الأرزوكسي كان نيفت الأمبرمية متحدثا وكان الإفتاء أيضا مشاركا وكان فيه الكنيسة الأنجليكانية وكان فيه عدد من الأساتذة المتخصصين جم من جامعة كيمبرج من معهد اسمه فردي انستيتيوت مهتم قوي بالموضوع ده وكان فيه باحثين مصريين الناس نقشت هذا الكلام لأن فعلا فيه خطورة على أخلاقيات الاستخدام القضية مش في الزكاء الاصطناعي لما تيجي تقول لي أن فيه روبوت لعب واحد شطرنجو كسبو دي طبعا تخلينا نخاف من الآلة لأنها ممكن تتصرب بعد كده لوحدها بدون توجيء إنساني لكن طبعا المشكلة لابد أن تكون محل اهتمام وخصوصا من الهيئات العالمية والدول لأن بالفعل التنظيمات المتطرفة بتستخدم الزكاء الاصطناعي ربما أكثر من بعض الحكومات الفقيرة التي لا تستطيع استخدامها نخرج لفاصل ونعود لاستقناف فقرة هذه الحلقة ملتقى التشبيك الجمعيات الأهلية ده كان عنوان نخاط مهم جدا تم يوم 19 و20 مايو بالتعاون ما بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة جي اي زيد الألمانية والاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني مشروع كبير بيضم عدد من الجمعيات الأهلية وتم مرحلة منه بيتوسع في مرحلة تانية يعني حاجة متقدمة في العمل الأهلي طبعا أنا كنت هناك في الملتقى ده والملتقى ده كان لطيف جدا فعشان كده أنا حابب أن أنا أحكي معكم شوية في موضوع العمل الأهلي والملتقى ده اللي موجود الملتقى ده كان بيتعلق بمجموعة من الجمعيات الأهلية اللي جاية من أماكن كتير يعني أنا قابلت جماعات من أسيوت وجماعات من وجي بحري وجماعيات من القاهرة والجيزة وسكندرية الغرض منه زي ما احنا شايفين تشبيك العمل الأهلي يعني إيجاد نوع من أنواع شبكات التعاون ما بين العمل الأهلي المختلفة وكان ملتقى في عدة أنشطة في ناس بتعرض حاجات في ناس بتقدم أفكار جديدة في ناس بتشرح هي بتعمل إيه في جلسات وحوار نقدي يعني بيضار جلسات في مواد فيلمية مواد إعلامية يعني ملتقى متعدد الأنشطة والاتجاهات وكان فيه مساحة فنية للناس أن هي تعبر بالفن عن التنمية طبعاً ده نظرة جديدة ورؤية جديدة للعمل الأهلي الأستاذة دينا سكندر اللي كانت مسؤولة عن هذا الملطقة من هيئة جي آيزيد الألمانية اتكلمت معاها وقالت لي أن الفلسفة الأساسية لهذا الملطقة احنا بس مش بنجمع جامعات أهلية ولكن أيضاً بنجمع القطاع الخاص اللي بيقدم خدمات بتفيد العمل الأهلي وأيضاً بنحشد قدرات الشباب على المشاركة والحضور في هذه الفعاليات وبالفعل كان فيه عدد كبير جداً من المشاركين خلال اليومين الخاصين بالملطقة ولاحست أن أعداد ضخمة جداً من الشباب فيهم وده اللي بيدي أمل فكرة التواصل في مجال العمل الأهلي المشروعات اللي الجامعيات كانت بتركز عليها أربع مجالات النوع الاجتماعي يعني ببساطة تمكين المرأة دم جزاو الإعاقة مشاركة الشباب ومسألة الصحة الإنجابية والمبادرات كانت لطيفة جداً يعني اللي كنت بعاد دي من مكان لمكان من مكان عرض لمكان آخر فتشوف اسم المبادرة مبادرة باسم موادة أعطاء بيننا حياة بيننا حياة دي عملاها جمعية أنا شخصياً يعني تعاملت معها وعرفها كويس جمعية الطفولة والتنمية بأسيوت ودي عملة شغل متميز جداً وعملة مدارس مجتمعية وأنشطة واسعة للغاية في محافظة أسيوت فدي كانت عملة هذا المشروع وشفت بعض الأعمال الفنية وشفت أعمال ألكترونية وقدرة على توظيف التكنولوجيا في العمل الأهلي يعني فعلاً كملتقة مصمم بطريقة حديثة ومعبرة وملهمة جداً 72 مشروع كانوا في المرحلة اللي فاتت والوزيرة الدكتورة نيفيل قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وقعت مع سبع مشروعات أخرى مع سفيل الاتحاد الأوروبي والهيئات الشريكة الوزيرة اتكلمت في هذا الملطقة وقالت إن المشروع خلال المرحلة الأولى وصل لـ 30 ألف أسرة وكان فيه حملات توعية لحوالي واحد ونصف مليون شخص وقالت إن بناء نموذج للمشاركة بين المؤسسات والمجتمع المدني والحكومة بيقوم بدور كبير جداً في مجال التنمية المحلية واستيعاب طاقات الشباب الهادرة اللي عايزة فعلاً استيعاب واسع جداً يعني كان فيه مشروعات كتير أنا يعاوزني الوقت إن أنا أتكلم عنها الإبداع بيغيرنا يعني ده عنوان مشروع من المشروعات وفيه أيضاً عطاء يعني حاجات كتير لكن الفلسفة الأساسية في هذا الملطقة وهو تشبيك الجمعيات والالتقاء بالناس والتعارف وخبرة الاحتكاك والتعلم المتبادل يعني دي كلها من الخبرات المهمة جداً أنا بس عايز أقف وقفة قدام الجهد الكبير اللي بتقوم بيه الدكتورة نيفيلي قباج وزيرة التضامن الاجتماعي هي بالفعل من قلب المجتمع المدني يعني لما تشوفها في أي لقاء وهي أعدى مع الجمعيات وعرفة الناس بأسماءها وعرفة الجمعيات بتعمل إيه وعندها الخبرة والمشورة والرأي والسياسة والقدرة على اتخاذ القرار بشأن دعم العمل الأهلي وخاضت في مجالات كثيرة جداً زي مجال المواطنة فيه مشروع مهم جداً ممكن أنه بنتكلم عنه في لقاء منفصل مشروع تاني عن بناء الوعي مشروعات كثيرة جداً لدعم ثقافة حقوق الإنسان بالإضافة للتنمية بالإضافة للمشاركة في حياة كريمة رفع حال المصريين في مجالات كثيرة تكافل وكرامة والمسنين وزاوة الاحتياجات الخاصة يعني لو هفضل اتكلم عليها بتعملوا بتعمل حاجات كتير جداً الملمح الأساسي اللي أنا أدراف قدامه أنها شخصية ظهرت من قلب العمل الأهلي وتعرف ماذا يعني العمل الأهلي لم تهبت من أعلى وهي تقود العمل الأهلي برؤية وفلسفة الملتقة ده كان أحد الأنشطة اللي جددت هذا الرأي وهذا الاعتقاد في الدكتورة نيفيني قباج اللي هي بالفعل بتقوم بمسيرة مهمة جداً لتطوير وتحديث وتنوير العمل الأهلي في مصر نخرج لفاصل ونعود لاستقناة في القرارات هذه الحلقة في مجال الحديث النفسي اللي احنا متعودين عليه كل حلقة عايز أتكلم النهاردة عن نمط شخصية البخيل بالتأكيد احنا بنتعامل طول النهار مع ناس ممكن ينطبق عليهم الوصف ده وأنا مش عايز أتكلم كده من أعلى ممكن احنا نفسنا كمان يبع عندنا بعض السمات دي المرة اللي فاتت اتكلمنا على نموذك برضو لشخص المستفز اللي بيستفزك النهاردة عايز أتكلم عن البخيل وأنا عارف أن ناس كتير جداً بيشغلها الموضوع ده قوي يقولك الشخص ده بخيل ولما ييجي حد يتقدم لخطوبة وحدة فأول سؤال تدور عليه هو بخيل ولا مش بخيل وقد تضع له اختبارات عشان تتأكد من ذلك أنا طبعاً مقدر لأن البخل مش بس في الفلوس البخل في المشاعر والأحاسيس والطاقة النفسية اللي ممكن يديها واحد اللي حواليه وللاهتمام كمان اللي واحد ممكن يديه للناس اللي حواليه فالبخيل ده حالة أكثر منه وضع معين حالة حالة واحد بخيل متقوقع حول ذاته متمحور حول فلوسه يشح أو شحيح جداً في المشاعر والأحاسيس السمات بقى العلماء العلوم السلوكية وعلم النفس بيتكلموا عنها بقول لك أول حاجة البخيل ده بيبقى يعني ضيفته للناس بتبقى في أضيق الحدود وبقول لك ربما تعلم ده من أسرته لا يهتم من مظهره واللبس ما هو زي ما هو بخيل على غيره بخيل على نفسه يعني طبعاً بعض الناس تبقى بخيل على غيرها ما تبقاش بخيل على نفسها لكن قد نجد هذه الحالة الأمر الثاني دايماً يحتفظ بالأشياء القديمة ولا يفرد فيها بسهولة في حين أن الحياة بتتطور بفهود أننا يعني أتخلص من الكراكيف في حياتي يعني لكن في ناس بتبقى حريصة أنها تبقي على الأشياء القديمة لا يفضل خروج ولا التنزه في الخارج حتى لا ينفق يعني بيهرب من الأعياد والمجاملات والتقوص الاجتماعية لأن الحاجات دي ربما تكلفه هدية تكلفه يعني أنه هو يدفع حاجة فهو بيحاول أنه يهرب منها ويكتفي بذاته يعني بعيداً عن هذه الممارسات أو هذه التقوص الاجتماعية لا يتحدث في الهاتف تقليلاً للنفقات وقريت حاجة لطيفة بقولك دايماً يستخدم موصلة للاتصال الألكتروني يعني زي الفايبر والواتساب ومش عارف حاجات من هذا القبيل عشان ما يدفعش فلوس يعني ما عرفش إذا كان دي حقيقة أو لا لكن الاتصال الهاتف في دوقتي يعني عبر المحمول ما بقاش غالي أول زي زمان يعني فطبعاً حالة غريبة جداً أن أنت تتعامل مع شخص غير ودود وغير مضياف وبخيل ماسك إيده كده حتى في المناسبات الاجتماعية ومجاملة الآخرين وتقديم العون والمساعدة للآخرين يعني مسألة إحنا ربما بنشوف ناس كتير في حياتنا بيعملوا كده السؤال إزاي أتعامل معاً؟ أنا مضطرة أتعامل معاً؟ أتعامل معاً إزاي؟ أول حاجة بلاش أن أنا أكلمه أن أنت بخيل عشان ما استفزوش بل بالعكس أشجعه شوية بشوية أنه يطلع من الدائرة اللي هو فيها على قد ما يقدر يعني محرجوش ومطلبش منه فلوس أنا أطلب منه مهام يعني أضعه في موضع أن يسد نفقات معينة فهيضطر أنه هو يصرف دون أن أطلب منه بشكل مباشر أنه يعمل كده أستقبل بترحاب أي هدية جاية منه يعني بلاش أكسفه حتى لو كانت هدية بسيطة وأنا عارف أنه رخيصة وعارف أنه مش غالية السمن وعارف أنه متلقموش وعارف أنه عنده أكتر من كده بكتية لكن لما أنا أستقبل أي هدية هو يقدمها بقدر كبير جداً من الترحاب في هذه اللحظة أنا بشجعه أكتر فأكتر أنه يدخل في السياق الاجتماعي ويحاول أنه هو يقدم هدايا أكتر إذا كان من نوع الأشخاص اللي ممكن أتكلم معاها ويستوعب الكلام أحاول ألفة نظره إلى أن فكرة جمع المال أو الاهتمام بالمال أو أن أنا كل تفكيري أن أنا أحافظ على المال قد لا يكون مفيداً يعني في كل الأحوال بل بالعكس يعني استخدام القدرات المالية اللي موجودة عند الشخص في الانفتاح ربما ده يعود عليه بقدر كبير جداً من الارتياح النفسي والإنساني ويحس أنه باية شخصية أفضل ومتطور أكتر يعني دي كلها كانت بعض الأفكار لكن طبعاً أنا مستوعب أن الشخص اللي تكون وتشكل حول مفاهيم البخل ده صعب جداً تغييره وصعب تغييره بسهولة لكن طبعاً البخل المادي زي ما قلت لحضراتكم في البداية قد لا يكون هو المشكلة الوحيدة أنا بقلق جداً من الناس اللي هي بخيلة جداً في مشاعرها وربما يكون ده انعكاس لنوعية الشخصية يعني المعنى أنه ما بيسألش على الناس وما بتطمنش عليهم ومش ودود معاهم رغم أن ده ما بيكلفوش مادة يعني ممكن ما يكلفوش حاجة مادية لكنه البصمة البخل بصم أو يعني البخل تملك على شخصيته فأصبح يتصرف بحالة شديدة جداً من التقطير في كل شيء بدءاً من الفلوس مروراً بالأحاسيس والمشاعر وده بيزعى الناس كتير جداً أخصى لما تتوقع من اللي قدامك أن يكون على درجة عالية جداً من التفاعل معاك وتلاقيه فاتر وبارد وغير منفاعل ومش متفاعل معاك بالدرجة اللي انت متصورها أو متوقعها أو اللي الموقف بيلزمها فتصبح طبعاً مشكلة كبيرة جداً ده كان حديث بسيط حوالين موضوع البخل هنطلع لفاصل وعندنا بعديها قول مقصور ربما مش بعيد عن اللي احنا كنا بنتكلم عليه نطلع لفاصل دلوقتي قول المقصور في هذه الليلة أنا حي ما عرفش صاحبه أنا قريته كقول لأحد الحكماء بيقول اليد المضمومة لا تستطيع أن تصافح أحداً طبعاً لو واحد إيدي مضمومة كده إزاي هيسلم عن الناس ما هو منطق طبعاً أو حكمة أو وجهة نظر لكن طبعاً مفهوم اليد المضمومة ده محتاج أن نحن نقف قدامه شوي الإيد المضمومة ده تعني عدم العطاء تعني البخل تعني غياب الحب تعني غياب السلام والمودة في العلاقة مع الآخرين لأن المصفحة دي مش بس تحية ولكن فيها قدر أيضاً من المشاعر وإبداء روح المودة والسلام في العلاقة مع الآخرين الإنسان اللي إيدي مضمومة ده عنده مشكلة حقية في التعامل مع الناس مشكلته إنه غير قادر على العطاء اللي إحنا كنا بنتكلم عنه من شوية صغارين والعطاء بس مش فلوس في جزء منه يتعلق بالمشاعر في لحظات الحزن مع الآخرين في لحظات الفرح اللي بيمروا بيها هو مش موجود لأنه دي مضمومة لهو قادر يصفحهم في حزنهم ولا قادر يبارك لهم في فرحهم طبعاً حالة صعبة جداً ولكنه برضو يعتقد أو لابد إنه هو يفهم صاحب الإيد المضمومة إنه مهما كانت إيدين الآخرين مفتوحة مش يعرفوا صفحه فهو إيدي مضمومة وهم إيديهم مفتوحة لن تستقيم هذه المصافحة بمعنى إنه هو برضو لما يمر بموقف صعب مهما كانت مشاعرهم هم تجاهه ومهما كانت رغبتهم إنه هم يقفوا جنبه لا يعرفوا يسلموا عليه ولا يصفحوا ولا يقفوا جنبه في حزنه ولا في فرحه فعشان كده إحنا لابد إن إحنا نبدأ في حياتنا إحنا نخلي دايماً إيدينا مفتوحة منبسطة قادرة إن هي تصافح الآخرين لأن الإيد المضمومة مش بخلي بس في التعامل مع الآخرين ولكنها مضرة شديدة للإنسان ذاته إحنا كده وصلنا لختام هذه الحلقة بتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة والغاية ما شوفكم الأسبوع الجاي لكم مني أرق التحيط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة